بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناءنا الطلاب والطالبات أهلاً ومرحباً بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفصل الدراسي الثالث درس اليوم لازلنا في الكسور ودرس جداً مهم وهو المقارنة مقارنة الكسور وترتيبها مثل ما أخذنا المقارنة في الأعداد وترتيبها أيضاً رح ناخذ مقارنة الكسور وترتيبها مر عليه في درس سابق تمثيل الكسور على خط الأعداد ولو طلبت منك مثلاً أعطني كسر أكبر من خمسين أي كسر أكبر من خمسين أحسنتم تقول لي ثلاثة على خمسة تقول لي أيضاً أربعة على خمسة جميع هذه أكبر من خمسين كذلك مر علينا كسور متكافئة وأخذنا فيها واجب السؤال كان يقول أكتب الكسر الذي يمثل الجزء المضلل ثم أوجد كسر مكافئ له طيب لو شفنا هنا طبعاً النموذج هذا إلى كم جزء جزء إلى ثمانية أجزاء لولنا منه كم جزء لولنا خمسة أجزاء تعالوا شف الآن نموذج الآخر طبعاً مجزء إلى خمسة أجزاء لولنا منه جزء واحد الآن بإمكاني تجزء بطريقة أخرى بهذا الشكل أصبح لدينا فجزء متطابقة أيضاً أصبح لدي تحسب الآن مضلل يصبح عندك عشرة من ستة عشر بنفس الطريقة هنا أيضاً يصبح لدينا اثنان من عشرة إذن أوجدنا الكسر والكسر مكافئ له هنا أعطاني مباشرة بدون استخدام النماذج بإمكاني استخدام عملية الضرب أو القسمة المهم يكون نفس الرقم اثنين على اثناش أستطيع استخدام الضرب كذلك أستطيع استخدام القسمة لو قسمت البسط والمقام على الرقم نفسه أستطيع القسمة على اثنين إذن اثنان تقسيم اثنان بواحد اثناش تقسيم اثنان بستة هنا أستخدم الضرب أستطيع الضرب في أي عدد دعنا ضرب بثنين لو ضربنا بثنان اثنين ضرب بثنان بأربعة ثلاث ضرب بثنان بستة طيب الآن لو عندي لمثلاً لو عندي قطعة فطيرة أو قطعة بيزا قطعتها إلى أربعة أجزاء وقطعة أخرى أيضاً أو فطيرة أخرى جزاتها إلى أربعة أجزاء أكلت من الأولى جزءاً أكلت من الثانية ثلاثة أجزاء وين أكلت أكثر؟ هل من الأولى أو للثانية؟ أكلت من الثانية أكثر هل أكلت ثلاثة أجزاء من أربعة أجزاء طيب نشوف الآن لو عندي الأخرى جزاتها إلى ثمانة أجزاء أكلت منها ثلاثة أجزاء أيهما أكثر أكلت هل من الفطيرة الأولى أو الفطيرة الثانية لاحظ الآن بما أن الفطيرتين لم تجزأ إلى نفس الأجزاء أراح يكون عندي المعرفة أيهما أكثر صعب قليلا أستطيع استخدم النماذج لو استخدمنا النماذج هذه الأولى جزأتها إلى أربعة أجزاء الأخرى جزأتها إلى ثمانية أجزاء بهذا الشكل حددت الآن ثلاث أجزاء هنا الآن حددت جزئين لاحظ أصبح الأكثر هو أو الأكثر الاثنان من أربعة بعد استخدام النماذج إذن فكرة درسنا رح أقارن بين الكسور وأرتبها للمقارنة بين الكسور يمكنك استعمال النماذج أو خط الإعداد تعالوا نشوف استعد اشترت ابتسام أربع قطع مختلفة من القماش لتستعملها في حصص التربية الفنية ويوضح الجدول المجاور أطوال تلك القطع أيهما أطول قطعة القماش الحمراء أم الصفراء طالما طلب مني أيهما أطول وكأن طلب مني المقارنة أعطاني هنا الجدول يبيني القطعة الحمراء 5 على 8 والصفراء 3 على 8 الخضراء نصف والزرقاء ربع تعالوا نبين الحمراء من الصفراء طيب الحمراء عندي طبعا 5 على 8 والصفراء 3 على 8 بإمكاني الآن تمثيلها بنماذج راح أمثل 5 على 8 ومثل كذلك 3 على 8 5 على 8 رسمت نموذج واحد جزأت إلى 8 أجزاء لونت منه 5 أجزاء كذلك 3 على 8 نموذج واحد طبعا النموذجين لا بد يكون متماثلين جزأت إلى 8 أجزاء بما أن المقام عندي 8 لونت 3 أجزاء أستطيع الآن باستخدام النماذج أن أحدد من الأطول؟ أيهما أطول؟ 5 على 8 ولا 3 على 8؟ طبعا 5 على 8 أطول إذن هي تعتبر الأكبر أكبر من 3 على 8 ولحظة المقارنة كانت سهلة لأن عندي المقامات نفس بعض يعني الكسرين مجزئين إلى نفس الأجزاء أستطيع المقارنة بسهولة طيب نشوف الآن أيها أطول هل القطع الزرقاء أم الخضراء؟ سأضع القطع الزرقاء والخضراء لاحظ معي أنه عندي هنا ربع وعندي نصف أصبحت الأجزاء مجزأ مو بنفس أعداد الأجزاء لذلك لا بد أن نستخدم أو رح يصعب عليه المقارنة إلا باستخدام النماذج لو استخدم خط الأعداد لو استخدم خط الأعداد من واحد من صفر إلى واحد جزعت المقام عندي أربعة إذا جزعت إلى كل جزء عبارة عن ربع هنا المقام عندي إثنان إذا جزعت إلى نصفين متطابقين مضحت الآن الربع الربع هنا مكان مضحت النصف هنا مكان من الأكبر هل الربع وإلا النصف طب كيف نعرف كلما اتجاهنا جهات اليمين يكبر العدد إذا راح يكون اللي يقع لمن هو الأكبر إذا اللحظه الآن هو النصف هو الأكبر إذا اللحظه الآن المقارنة عندما استخدمنا بما أن المقامات عندي لا ممثل بعض هنا عندي مجزأ إلى أربعة أجزاء والكسر الآخر مجزأ إلى جزئين أصبحت المقارنة صعبة قليلة طيب بريبس الطريقة الآن أطلب منك تجيب على السؤال قارن بين الكسور مستعملا أكبر وأصغر أو يسال سابع التوقيت ونبدأ تجيب على السؤال هل الخمسة على ثمانية ولا واحد من ثمانية هل خمسة أثمان ولا الثمن هنا أخذنا خمسة أجزاء من الثمانية هنا أخذنا جزء واحد إذا مباشرة راح تقول لي الخمسة أثمان أو الخمسة أجزاء ولاحظ بالنموذج أيضا يتضح أنها هي الأكثر وهي الأكبر هنا باستخدام خط الأعداد ولاحظ بما أن المقامات ليست متشابهة الأجزاء ليست مثل بعض الأول جزائنا إلى أربعة أجزاء والآخر جزائنا إلى ستة أجزاء لذلك يصعب المقارنة أحتاج أن أستخدم منه معدج طيب مثلت الآن الربع على خط الأعداد ومثلت أيضا السدس على خط الأعداد من يقع على اليمين هو الأكبر من يقع على اليمين هو الربع إذن راح يكون الربع أكبر من السدس إذن مثل ما قلنا إذا كان مقام مختلفا يصعب عليه المقارنة لابد من استخدام النماذج طيب نشوف الآن عندي الآن لو بدون نماذج ثلاثة أرباع قارنها مع النصف أيوم أكبر لاحظ هنا الآن ليست نفس الأجزاء هنا مجزة إلى أربعة أجزاء وهنا مجزة إلى جزئين يصب علي الحل بدون استخدام النماذج لذلك راح أستخدم النماذج أنا راح أرسم النماذج رسمت النماذج الآن بهذا الشكل جزات الأول إلى أربعة أجزاء والآخر إلى جزئين ولون في الأول ثلاثة أجزاء بهذا الشكل في الآخر ولون منه جزء واحد من الأكبر؟ هنا أخذنا إلى هنا أخذنا هذا كامل هنا أخذنا إلى هنا الأكبر من؟ أحسنتم الأكبر 3-4 إذن لاحظت كيف النماذج ساعدتني كثيرا في إيجاد الحل لذلك الآن رح نضيف مع استخدام النماذج وخط الأعداد أحتاج أيضا أن أستخدم الكسور المتكافية والفكرة من استخدام الكسور المتكافية حتى أجزئ هذين الكسرين إلى نفس الأجزاء أي أضع لمقاماتهم نفس العدد أختار نفس المقامات عندهم باستخدام الكسور المتكافية مثل ما مر علينا في درسنا السابق نشوف الآن المثال رتب والترتيب نفس المقارنة الفرق أن المقارنة تكون بين كسرين والترتيب أكثر من كسرين رتب الكسور ثلاثين والنصف وسبعة على ثلاثين من الأصغر إلى الأكبر تعال شو كيف ترتيب استخدمنا خط الأعداد مثلنا الآن الثلاثين جزأت الخط إلى ثلاث أجزاء هنا كون الثلاث إلى الثلاثين مثلنا أيضا النصف خط الأعداد جزأنا إلى نصفين هنا النصف هنا بما أن المقام 12 جزأنا إلى 12 جزء متساوي حددنا 7 إلى 12 طيب الآن أستطيع المقارنة اللي يقع على اليمين هو الأكبر إذن لاحظة أين يكون طبعا التحديد عندي من الأصغر رح يكون الأصغر الأصغر هذا الأصغر لأن كل ما تجهنمين رح يكون أكثر هنا يكون ترتيبه الثاني هنا يروح ترتيبه الثالث بالطريقة الأخرى أحتاج أن أكون أجزأ الكسور نفس الأجزاء أي أضع لهم نفس المقام المقام هنا الآن 12 حتى أضع لهم نفس المقام لا بد أن أستخدم الكسور المتكافية لاحظ أخذ طبعا الثلاثين ضربتها في أربعة أعطاني ثمانية على 12 أصبح الآن المقام 12 النصف ضربت في 6 فأعطاني 6 على 12 أصبحت الآن الكسور اللي عندنا جميعها مقامها 12 مجزأ نفس الأجزاء أستطيع المقارنة أو ترتيبها بسهولة إذن رح يكون ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر النصف بعد كده 7 على 12 أخيرا رح يكون الثلاثين أبدأ بالأصغر وأتجه إلى الأكبر تحقق من فاهمك رتب هذه الكسور من الأصغر إلى الأكبر طيب لو بيّنت لك أنا خط الإعداد بهذا الشكل تستطيع المقارنة أضع التوقيت نبدأ طيب نشوف الآن الآن راح أحدد كل كسر على الخط الإعداد الواحدة على 16 هنا مكان واحدة على 16 سبعة على ثمانية هنا سبعة على ثمانية ثلاثة أرباع هنا ثاتة أرباع طبعا بما أن طلب منه من الأصغر إذن راح يكون الأصغر هنا ترتيبه الأول ترتيبه الثاني ترتيبه الثالث أستطيع أن كتابته من الأصغر حتى الأكبر وطالما من الأصغر ستجه بهذا الشكل راح نضع طبعا بداية الواحد على 16 هذا الكسر اللي عندي الكسر الآخر راح يكون ثلاثة على أربعة الكسر الأخير هو طبعا السبعة على ثمانية كلما تجاهنا خط الإعداد كلما كبر الإعداد وأستطيع أيضا بدون استخدام النماذج أو خط الإعداد أن أستخدم الطريقة الحسابية الكسور المتكافية راح نبينها في مثال قادم نشوف السؤال عندي يذاكر عبد الله دروسه مدة ثلاثة على اثنعاش ساعة وتذاكر أخته هند مدة نصف ساعة أيهما يقضي وقتا أطول في المذاكرة طالما يقضي وقتا أطول كان طلب مني المقارنة ما بين مدة عبد الله ومدة هند ثلاثة على اثنعاش والنصف طيب ثلاثة على اثنعاش وأيضا النصف لابد أعرف من الأكبر حتى أعرف من الأطول طيب لاحظ عندي الآن الأجزاء ليست مثل بعض هنا مجزئة إلى 12 جزء وهنا مجزئين جزءان أستخدم النماذج أو أستطيع استخدام الكسور المتكافية أستطيع استخدام الكسور المتكافية طيب ما رأيك لو ضربت الآن الواحد بي 6 والاثنان بي 6 لماذا؟ حتى يصبح لديهم نفس المقام فيصبح الكسورين سهل مقارنتهم أصبح عندي الآن الثلاثة على اثنعاش كما هي وهنا يصبح عندي 6 على الثلاثة على الثلاثة مجزئة نفس العجزة تصبح سهلة المقارنة الأكبر الستة على الثلاثة وهو النصف إذن الذي يخطيه وقتنا طوال هند تدرب قارن بين الكسور إثنان على ستة وثلاث أستطيع المقارنة باستخدام الكسور المتكافية راح يستخدم الكسور المتكافية طيب شا سوي؟ هنا عندي المقام ستة هنا عندي المقام ثلاثة من خلال حفظي وتمكني من جدول الضرب أستطيع أعرف أن ستة من المضاعفات الثلاثة أضرب الثلاثة بيه كم حتى تصبح ستة؟ راح أضربها بثنين لابد أن تعفض الضرب جيدا الآن أصبح لدينا اثنان على ستة كما هي والكسر الآخر أصبح عندي واحد ضرب اثنان اثنان على ستة أستطيع المقارنة بل الأكبر الأكبر طبعا الكمية المتساوية هنا طلب مني الترتيب رتب الكسور من الأصغر إلى الأكبر الترتيب راح أبدأ بيه الصغير طب لاحظ عندي الآن الكسور اللي عندنا مجزة مو بنفس الأجزة مختلفة الأجزة هنا مجزة إلى ستة أجزة هنا ثلاثة أجزة طب شنسوي راح أستخدم الكسور المتكافية من تمكلي من جدول الضرب أعرف أن ستة من المضاعفات الثلاثة إذن أستطيع أن أضرب الثلاث في كم؟ حتى يصبح ستة نعم في اثنان فيصبح الآن البسط واحد ضرب اثنان اثنان على ستة الكسر الآخر ثلاثة على ثلاثة كذلك أستطيع أن أضرب باثنين أوجد كسور متكافية فيصبح ستة على ستة راح يكون الكسور عندنا الآن أربعة على ستة طبعا سأكتبه أولاً بعد كده راح أرتبها يصبح إثنان على ستة والأخير يصبح ستة على ستة لاحظ الآن لهم نفس المقام أستطيع ترتيبهم من الأصغر راح أرتبهم من الأصغر راح يكون الترتيب الأصغر طبعا هذا راح يكون ترتيب الأول ترتيب الثاني ترتيب الثالث راح أعيد ترتيبهم إذن هنا يكون الأول الثاني الثالث إذن الثلث هو الأصغر بعد كده الأربعة على ستة أخيرا الثلاثة على الثلاثة أنا أرتب هذه الكسور صحيح أنا قمت باستخدام الكسور متكافية حتى أعرف ولكن ترتيب طلب مني هذه الكسور من الأصغر وراح يكون بهذا الشكل لاحظ الآن الكسور عندك مرتبة من الأصغر إلى الأكبر شف الصالة اللي عندنا أكلت عائشة ربع الجزر الموجود في الطبق وأكلت منال ثلاثة على ثنعش الجزر أيتهما أكلت أكثر أكلت أكثر كان طلب مني المقارنة المقارنة ما بين الربع وما بين الثلاثة على الثنعش مقارنة طيب مباشرة طالما عندي مقارنة بين كسرين ولاحظ أن الأجزاء مجزة هنا إلى أربعة أجزاء وهنا مجزة إلى اثمان عشر جزء يصاب علي المقارنة لابد تكون الأجزاء نفس بعضها حتى يسر علي المقارنة أو استخدم النماذج طيب لو استخدمت الكسور المتكافئة من تمكي مجدول الضرب أعرف أن الاثنعش من مضاعفات الأربعة أضرب أربعة في كم؟ حتى تصبح ثنعش أضرب في ثلاثة الآن أصبح المقامات نفس بعض أي مجزئين نفس بعض وطالما ضربت المقام في ثلاثة لابد أن أضرب أيضا لبس في ثلاثة يصبح الآن عندي ثلاثة على الثنعاش ويصبح عندي ثلاثة أيضا على الثنعاش إذن بكذا يصبح نفس الكمياتين متساوية إذن لم يصبح لك أكثر إذن أكل نفس الكمية شف السؤال؟ يتدرب عبد الحميد على لعب كرة الطائرة ثلاثين ساعة يوم الخميس وربع ساعة يوم الجمعة أي يوم يقضي فيه وقتا أكثر في التدريب مثل ما قلنا وقتا أكثر وقتا أطول كأن طلب مني المقارنة ما بين الثلاثين وما بين الربع لو نلاحظ عندنا ليس لهم نفس عدد الأجزاء طيب أحاول أن أضع الأجزاء نفسها ما هو العدد اللي يكون مضاعف للثلاثة والأربعة يكون أستطيع تجزئة الثلاثة والأربعة نفس الأجزاء من جدول الضرب ما هو المضاعف اللي أحسنتم عندنا الثلاثين أستطيع أن أضرب فيه أربعة حتى يصبح الثنعاش هنا أضرب أيضا فيه أربعة هنا أضرب فيه ثلاثة هنا أضرب فيه ثلاثة الآن لاحظ معي سنصبح لدينا ثمانية على الثنعاش هنا لدينا ثلاثة على الثنعاش أصبحت المقارنة سهلة إذا لاحظوا أن الثمانية على الثنعاش أكبر من ثلاثة على الثنعاش وهو أي يوم تلاحظ طبعا أنه يوم الخميس إذا الأكثر طبعا يوم الخميس وهذا يمثل ماذا؟ يمثل طبعاً الثلثين الدرس جداً مهم جداً شيق وراح تحتاجه كثير في مراحل قادمة وصلنا لها الدرسنا شكراً لكم شكراً لمتابعتكم واهتمامكم كان معكم أبدالله الكثيري من لغة الإشارة للسلع مدى الذويب دمتم سالمين نستدعوكم الله وفي أمان الله